والنهارده صيف جعفر بداية ميلاد نجم داخل نات الزمالك هيبقى من اللعيبة المهمة جدا جدا للعيب نمره 8 لانه عنده شخصية كل بقى اللعيبة للقبة نمره 8 الفترة اللي فاتت دي في نات الزمالك كلهم عمرهم هيبقى اسماء كبيرة داخل نات الزمالك مع احترام الكبير الليهم لان ما عندهمش شخصية الزمالك ما عندهمش شخصية الفرقة الكبيرة وهنا برجع تاني ان لازم الاختيارات ما تبقاش مبنية على افكار فنية فقط اختيارات اللعيبة في الانداء الكبيرة جماعة ليه الانداء الكبيرة بتقف اخطاء كتير فيما يخص اختيارات اللعبين ونجاح اللعبين من عدمهم في الانداء الكبيرة دي ان سعاد بيبصوا للنحية الفنية بس والنهاردة التاريخ بيقولك ان يا ما لعيبة كويسين جدا في فرقهم لما بيروحوا فرق كبيرة وتحت ضغوط معينة ومحتاجة شخصية معينة ما بيقدروش ان هم يجاروا الكلام ده فالنهاردة مهم جدا ان انت تحكم على شخصية اللعيب قبل امكانياته الفنية كمان يقدر ولا ما يقدرش وتقيس كده كأنك بتقيس بالترمومتر لان الغلطة بفورة تالنهاردة لما بتجيب لعيب واثنين غلط بتخسر التوازن جوال فرقة لكن دايما ايه الانقاذ الانقاذ دايما في ولاد النادي مش في الزمالج فقط لا في الزمالج والاهلي والاسماعيلي وكل الاندية التاريخية هتلاقي الانقاذ دايما في ولاد النادي بس ياسم المدرب يبقى عنده الشجاعة ان هو ايه المشكلة يا لعب بولد صغير وهدي له ثقة وهعلمه وهدي له مطشط في الوقت المناسب لغاية ما يوقف على رجله وينجح وبعد كده القصة كلها اللعيبة اللعيبة اللعيب اللي جاي نادي كبير لازم يبقى عارف ان اللعبة في الاندية الكبيرة له مواصفات خاصة لازم هو بقى هو وشطرته يشرب المواصفات دي لو هي اصلا مش موجودة عنده بقوة في الاساس يشربها بسرعة ويشربها من ولاد النادي بسرعة ومن طبيعة النادي ومن هوية النادي بسرعة يا اما هيتعطل يا اما هيتعطل فالنهاردة الزمالك لما دخل في ازمة ولجأ لأولاده مضطرا مضطرا صح بسبب عدم موجود قيد بسبب ايا كان ايه اللي انقص الزمالك ايه اللي خليه اخد دور السنة اللي فاتت ولاده الولاد الصغارة الولاد الصغارة طلعت لعبة عندها شخصية ومشاربين شخصية الزمالك من الناشئين نفسك هي دي القصة هي دي القصة فانت لازم يا جماعة الاندية كلها تهتم بقطعات الناشئين بشكل جيد والمدربين ما يخافوش ادي فرصة لولاد الصغارة اللي هتنفذلك شغلك واللي انت عندك ايمان بيهم في الوقت اللي انت لو انت شايف ان انت عندك تعثر او عندك مشكلة في بعض المراكز اللي ممكن اللعيبة اللي جاتلك لعيبة مش قادرة ان هي تلعب بشخصية الفريق اللي انت عايز تلعب بيه لو عندك اللعيبة الكبار موجودين وموجودة عادي خلاص مفيش مشكلة العب بيهم مفيش مشكلة لكن انا بصراحة ما بقتنعش بمدرب يجي يشتغل وما يطلعش ولاد صغارة من ولاد النادي وما حدش يقول لي اصلا قطاعات الناشئين ما فيهاش لعيبة كويسة لا قطاعات الناشئين فيها لعيبة كويسة معظم قطاعات الناشئين فيها لعيبة لو خدت فرصة مستنين فرصة ان هم يشتغلوا يشتغلوا بشكل كويس فالنهاردة السنة اللي فاتت شوفنا حسام عبد المجيد وشوفنا سيد نمار وشوفنا اكتر من عنصر وسيف جعفر لاب على استحياء السنة اللي فاتت يوزف وسامة نبيه السنة اللي فاتت على استحياء السنة دي اداءه افضل لكن لو جيت بصيت فرقة الزمالك بكل صراحة متزعلوش مني اللعيبة دول احسن من كل اللعيبة اللي الزمالك تعاقد معه مش بقول كده عشان ماتش النهاردة بس ده حقيقة حقيقة ولعيبة مش مكلفين النادي تلاتة جنيه مش معنى كده انها بقول ماتجيبش لعيبة من برا بس جيب اللعيبة من برا اللي انت متأكد ومفيش في الكرة تأكد على فكرة مهما كانت خبراتك ممكن ساعت تغلط في العيب فانت جيب اللعيبة اللي انت متأكد انت عارف ان شخصيتها اسأل عليها كويس قوي اسأل عليها كويس قوي واسأل الناس اللي حواليها واسأل انا عن نفسي في الكرة دلوقتي ما بقيتش اتعاقد مع اي لعيب الا ما اسأل على شخصيته من 20 واحد مختلفين قبل ما شوفه كلعيب كرة الاول